بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعق 2 المحضر الأخير كنا قد وصلنا في الحصة الماضية إلى إجاد علاقة ما بين stagnation temperature and Mach number نحاول خلال هذه الحصة إجاد علاقة ما بين stagnation pressure Mach number stagnation density and also Mach number بما أن العلاقة هذه أوجدناها في الحصة الماضية فرح نحتمد علىها لإجاد العلاقتين اللي بعد فهنا نعرف بما أنه الدياباتيك بروسيس الدياباتيك بروسيس يعني إيش؟ يعني أنه pressure في temperature us k-1 على k يسوي لي constant لو أخذنا العلاقة هذه ما بين stagnation state and actual state أصبح لي تكتب بالطريقة هذه نعرف أنه p على p0 على p رح تسوي لي إيش؟ t على t0 us k-1 على k تسوي لي t0 على t us k على k-1 أقلبت هذا هنا فنفس الشيء نقلب الأص فإذا هنا يجاد العلاقة t0 على t تسوي المعادلة هذه رح نحط هنا بين قوسين us k على k-1 نفس الطريقة هنا نقدر نوجدها أيضا بالنسبة لإيش العلاقة ما بين t0 على t و density 0 على density نفس الطريقة فهنا زي ما مكتوب سوف نحول أو نغير علاقة t0 على t p0 على p و density 0 على density هنا قبل ما نخلص هذا عندي for mac number يعني النسبة لmac تسوي 1 this ratios are current critical ratios نتذكر المعلومة هذه أني رح نشوفها إن شاء الله في الشابتر القادم mac number تسوي 1 فهذا يعني critical ratios آخر شي في هذا الدرس أنه when using stagnation enthalpy there is no need to explicit use kineric energy ليش؟ لأنه شفنا أنه h0 تسوي h plus v على 2 فإذا استعمال h0 يغنيني عن h عن kineric energy فإذا لو استطبقت قانون الأول للديناميكة الحرارية energy n to save energy out q n plus w n plus هنا h01 plus dz potential energy نفس الشيء هنا stagnation enthalpy أيضا plus potential energy زي ما قلنا هنا h01 h02 هما stagnation enthalpy at state 1 and 2 or enter and exit if the fluid is an ideal gas نعرف أنه ideal gas أي شيء الأنثالبي تكتب h تكتب cpt cpt لو تحدثت على h stagnation temperature نتحدث أيضا على stagnation stagnation enthalpy نتحدث على stagnation temperature فتكون المعادلة الأخيرة تطبيق القانون الأول الديناميكة الحرارية يكون بهذا الطريق هنا قد خلص الشابتر 5 إن شاء الله نستعمل الشابتر 5 في الشابتر 6 لأنه هنا نستعمل الشابتر 6 نفس العنوان introduction to compressible flow part 2 السلام عليكم ورحمة الله